يا ماشعان وش عندك يا العارفة؟ أنا بنشدك هل هي؟ ليه تخلي ولد عمك عوض يروح لبطيح ما حاول ولا قوت الله بالله أنت ما سمعتني يمس وأنا قول له إليه منك تغفلته وشفت العرب نايمين عطنا الإشارة عشان نغذيهم ونأخذ الكحيلة هنا نحاش طيب أنت من تخايف إنه يذبحه؟ أبرك من ساعة خليه يذبحه عشان أخذ الجازي ولا عاد حسب القرون أخذ الغزالب كبرى إيه بيوجه هذريك أنت ما شاء الله ذهين وأنا وحسب ما في هلا نذهن في القبيلة يا رجال الشراء ما يبعلك أنت شراء على عمي الشيخ كساب اللي يحاطك عارفة القبيلة وأنت ما عندك ما عند جدتي أنا يا شيخ بشعان وش عندك أنت الثاني أنا أبن الشيطك أنا الشيخ هذا بطيحان هوا متجوز ولا قاعد برخل الحالة يونس هاته يبقرني يونس نقوم أذبح أنت ش دخلك في الرجال عنده عيال ولا متزوج ولا وش تبت ناس به أنت لقافاتك ما تتركها حتى بالغزو آح يلقها راح آح يلقها أنت شكت وقت وين وين شفيك يا عوض؟ والله جريه ويمن اللي في قلبي نار في قلبي ولا وشلون هذا الخسيس يفوز ابنت عمي هذا آخر اختباء لو أخذ القرن الثالث أخذ الشيخة وأخذ ابنت عمي الجازي لا تشيل هم يا عوض أبا يوز قختي أخذر وش تبي وش أبيب هذا جوزتني إياها وراحت الشيخة علي وأنا وشلون ناس بواحد مثلك أقول إعقل بس وعلمني وشلون أفوز باختبار الصبر هذا هو اختبار الصبر وإنت الله الحين ما عندك صبر أصبر يا عوض أصبر يا ابن حان أبا صبر أبا صبر يا جريوي أبا صبر لكن اللي قاهرني العارفة هل عارفة ذهب بلبي ولا وشلون يعطي الدهان لولد عمي مشعان ويدرون القبيلة كلهم مني أدهن منه وهنك خبل يا عوض كترة كلام ما ينفع يا عوض شوف إذا ما فزتها العين في الاختبار برده ترى مشعاني بياخذ الشيخة وياخذ بنت عمك ما تقعد فأديره مغى العيونك وثق أني أصبر يا جريوي شوفني أنا قدامك صبر أنا أصبر على كل شي يعوى العطش، المرض، الجوع إلا حاجة واحدة ما أصبر علىها يعوى أعرف هاي جريوي اللي قافة الحين العارفة ليش ما يقول أني تيجه قدام القبيلة ويعلمنا يا ابن حان أصبر هاي الحيني بجي مش عان أصبر أقول والله ما هو بجاي ما هو بلاقي إلا سواد الوج يا عوض الحيني بيجي منكسر ويتفشل قدام الجماعة ويتفوزه في السباق أركد ابن حلاغ أركد السلام عليكم يا عمي يا هلا يا هلا يا مشعان اجلس اجلس عشان شوف حكم العارفة هالحين من هو كرامنت ولا ولد عمك عوض عطر الحكم سلمت يا شيخ الله يسلمك سلمك الله كي سلم سلمت أنا أقول يا شيخ عوض بيض الله وجهه ووجهك قاد وجيه أنا قدام القبائلة بفعلتها اللي تقود الوجه بعزيمته للشيخ شليويح وهذا شي مهم مستغرب على العوض من طيبة وكرمة لكن كل دراء في عزيمة عوض وكل شهد عزيمة عوض وكل عرف عزيمة عوض ولكن المشعان أكرم له واحد ما يرجي من وراه شيء اللي هو الدرويش ولا عرفنا بها السعال فهلا في موال الدرويش ها واللي يكرم واحد ما يعرفه ولا يرجي من وراه شيء فهذا الكريم ابن الكريم وأنا ها أبقول حكمي ذا الحي بينك أنت يعوض وبين مشعان ها أني أنا أعلن أن مشعان يبي أخذ القرن لأنه هو لي كفو اشتاحل اشتاحل كفو أنا أقوم أذبح العار فهذا ولوش أسويبه يا ابن الحلال أصبر هذا القرن بقيك ثلعة هركض هركض تسلم 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 يا شيخ خذ يا مشعان هرم 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 اشتاحل اشتاحل اسمعي يا عوض والله ومان الله أنا ما عقلت أني لا بقرب أطمك بقر وأطلع القرن ذا من مصارينك وأنا ما عندي قرن غزال من مثلك أقول أركض أركض والله لا أفقع عيونك بقرن غزال هذا فقع عيوني أنا أي هند ما بتقنق عيوني أنا أدول اسمع يا مشعان تراك ولد عمي لا تخليني يسمويني مصير أهب 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 أنت في العمي تاوي شون عشان شيخا هذا شغلو من عالي لقات تسوينه وأنت وش لقفك الخسيس هيا العمو يتاوي شون السلام عليكم السلام هلا والله هلا والله بل جازي زين الزين هلا والله بولد عمي عوض بيض الله وجهك على شجاعتك تستاهل قرن الغزال ترا حسبت بطيحان بيذبحكم كلكم يخسي في وجهه والله لما خافتني من الله ما خليلهم شريدة صادق يا ولد عمي صادق ترا أبوي يعتمد على الله ثم عليكم أنت وولد عمي مشعان بيض الله وجهك يا بنت عمي فلاس ما جبتي من اللي أشتغل قهوجي عند بطيحان واللي حارب وسحب الكحيلة يا مشعود مشعود نحن ندري عنه هذا وقتين عمي الشيخ عمي الشيخ كشامي بيكم ذلحي يبهنا ما يدري يقول تعاولوا ذلحي الله ري مو وقت يبهني هنا أهبي وجهك شكرا 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 شكرا